الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذه البلاغة الواضحة علم البيان التشبيه أركان التشبيه التشبيه كما عرفه الشيخ بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة وأركان التشبيه أربعة المشبه والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه وآدات التشبيه ووجه الشبه ويجب أن يكون وجه الشبه أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه نأخذ الأمثلة ونرى كيف كان التشبيه أنت كالشمس في الضياء وإن جاء واستكيوان في علو المكان أبو العلاء المعاري يقول في المده أن ممدوحه وضيء الوجه متلألئ الطلعة فأراد أن يأتي له بمثيل تقوى فيه الصفة وهي الضياء والإشراق فلم يجد أقوى من الشمس فضاهاها به أو فضاهاه بها ولبيان المضاهة أتى بالكاف إذن أنت كالشمس أنت الركن الأول والشمس الركن الثاني طرفي التشبيه وأداة التشبيه الكاف ووجه الشبه في الضياء وفي علو المكان وقال آخر أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب رأى الشاعر ممدوحه متصفا بصفتين هما الشجاعة ومصارعة الشدائت فبحث له عن نظيرين في كل منهما إحدى هاتين الصفتين قوية فضاهاه بالأسد في الأولى وبالسيف في الثانية وبين هذه المضاهة بأداة هي الكاف وقال آخر كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح وجد الشاعر أخلاق صديقه دمثة لطيفة ترتاح لها النفس فعمل على أن يأتي لها بنظير تتجلى أو تتحلى فيه للصفة وتقوى فرأى أن نسيم الصباح كذلك فعقد المماثلة بينهما وبين هذه المماثلة بالحرف كأنه وقال آخر كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين اللجين الفضة عمل الشاعر على أن يجد مثيلا للماء الصافي تقوى فيه صفة الصفاء فرأى أن الفضة الذائبة تتجلى فيها هذه الصفة فماثل بينهم وبين هذه المماثلة بالحرف كأن إذن يقول الشيخ أن الهدف من التشبيه الشيء الذي يراد التشبيه ويسمى المشبه وصفة المشتركة بين الطرفين وتسمى وجه الشبه وشيء الذي يشبه به ويسمى المشبه به إذن الشيء الذي يراد تشبيهه يسمى المشبه وشيء الذي يشبه به ويسمى المشبه به وهذان يسميان طرفين التشبيه والصفة المشتركة بين الطرفين وتسمى وجه الشبه ويجب أن تكون هذه الصفة في المشبه به أقوى وأشهر منها في المشبه كما رأيت في الأمثلة ثم أداة التشبيه أداة التشبيه الكاف كأن شبه مثل مماثل يشبه يماثل يضارع يحاكي يشابه هذه كلها أدوات التشبيه وقدمنا عن التشبيه بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة وأركان التشبيه أربعة هي المشبه والمشبه به ويسميان طارفي التشبيه وأداة التشبيه ووجه الشبه ويجب أن يكون أقوى أي وجه الشبه أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه الآن نأخذ نموذج قال المعري رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسود طيل ساني المشبه الضميف كأنه العائد على الليل المشبه به الصبح الأداة كأنه وجه الشبه الحسن وسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب المحب في الخفقان المشبه سهيل والمشبه به وجنة الحبيب والأداة الكاف ووجه الشبه اللون والإحمرار وسهيل مشبه وقلب المحب مشبه به والكاف المقدرة أداة التشبيه والخفقان وجه الشبه بذلك نكون أنهينا الباب الأول من التشبيه وهو أركان التشبيه شكرا